موسيقى من العاصمة الاردنية عمان ينضم إلينا السيد ساركيس تشابريان وهو محلل الأسواق العالمية في مجموعة ايكوتي أهلا بك سيد ساركيس نتابع معك هذه الارتدادة في الأسواق وعودة حالة شهية المخاطر من جديد ولكن السؤال الآن هل ستستمر هذه الحالة؟ الآن الأسواق على ما يبدو أنها تتأهب لبعض التحفيزات القادمة من البنوكة المركزية برأيك هل سيستمر حالة الارتداد وخلاص انتهى تأثير فيروس كورونا أم أنه قد يكون تأثير ممتد بعد ذلك؟ على المدى القصير لا أستطيع تأكيد انتهاء تأثير فيروس كورونا إذن تأثير الفيروس شامل للاقتصاد العالمي ككل وحاليا هناك مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا خارج الصين فرغم أني أرى حاليا انخفاض في عرض الحالات القائمة المصابة وهي الحالات التي تستثني حالات الشفاء وأيضا الوفيات إلى مستويات ما دون 49 ألف حالة وهذا كله يعطي انطباع بأننا لسنا أمام وباء عالمي لكن في نفس الوقت التأثيرات الاقتصادية تبدو كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي ككل شاملا الدول العظمى وكذلك الدول الناشئة وهذا بالتالي يتطلب التدخلات من البنوك المركزية والذي نراه حاليا بالفعل لكن بالنسبة للأسواق المالية شهدنا عمليات جني أرباح مراكز مالية بيعا على المكشوف وقد شاركت في دفع مؤشرات الأسهم للارتفاع فلا أستطيع أن أؤكد أن الأسواق المالية حاليا عادت لها الثقة بشكل تام لكن هناك بعض التفاؤل من تصرفات وتصريحات البنوك المركزية وأيضا شهدنا هذا اليوم خفض الفائدة في البنك الاحتياط الأسترالي والذي أظهر لنا توجه حقيقي من البنوك المركزية حول العالم نحو تدعيم الاقتصاد العالمي فما نره حاليا في الأسواق المالية هو انخفاض في القلق وأيضا شمل عمليات بيع إغلاق عمليات بيعا على المكشوف مما ساهم في دفع مؤشرات الأسهم للارتفاع إما عن مدى استمرارية هذه الحالة فربما لن نرى انخفاضات كبيرة كما شهدنا خلال الفترة الماضية لكن لا نستطيع أيضا أن نشير إلى أننا أمام مرحلة تعويض كامل الانخفاضات التي حصلت بل أفضل أن أصفها حاليا بمرحلة التدذب ما بين ارتفاع وانخفاض ربما يكون حاد بعض الشيء على بعض مؤشرات الأسهم وأسواق العائد المرتفع حول العالم سيد ساركيسي اليوم تبدأ اجتماعات مجموعة الدول السبع وبحسب رويترز أنه مسودة هذا الاجتماع لا تتضمن حتى الآن لا تتضمن أحاديث عن سياسة مالية وسياسات نقضية تنصيق بين الدول في هذا المجال ولكن كيف من المتوقع أن تواجه الدول السبع الكبرى تداعيات فيروس كورونا إن لم تتجه إلى سياسات مالية الآن في الواقع أعتقد أنه راح يكون التركيز هذا اليوم منصب على منع الانتشار لفيروس كورونا بشكل أكبر أو طرق العلاج من أن يمتد التأثير بشكل أكبر للدول حول العالم وتحديدا في هذه الدول العظمى السبع فالتوجهات في هذا الاجتماع ربما سوف تنحصر في بعض النقاط الأساسية لكن أيضا لا استبعد أن يتم نقاش في بعض النقاط أن يتم تحفيز الاقتصاد العالمي لأنه فيروس كورونا سبب تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد العالمي وبدأت بالفعل العديد من الحكومات حول العالم باتخاذ إجراءات نحو تحفيز الاقتصاد لذلك يجب متابعة أي نتائج من هذا الاجتماع اليوم إن تضمن أي توجه من الحكومات لتحفيزات اقتصادية أو أيضا أسريب كيفية احتواء انتشار الفيروس لأنه بحد ذاته أي استراتيجية من أجل احتواء الفيروس ربما يكون لها أيضا تأثير سلبي على الاقتصاد فالإجراءات التي تتخذها الحكومات حاليا لمنع الانتشار لها تأثيرات سلبية على قطاعات مثل قطاع النقل والطيران والسياحة وغيرها أيضا من القطاعات الانتاجية والاستهلاكية وهذا ما يجب اليوم متابعته بدقة فنحن اليوم أمام شيئين متضاربين الأول ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليل انتشار الفيروس وتقليل تأثيره على الاقتصاد العالمي لكن في نفس الوقت هذه الإجراءات ما سيكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي من حيث تأثيرها على القطاعات الهمة فيه طيب يعني بقراءة سريعة لماذا تترقبه الأسواق اليوم يعني من الاجتماع على مجموعة السابع يعني كنا شهدنا اليوم على ارتفاع وطبعا حالنا الملاذ الأمن الوحيد الذي يمكن أن يحدد وجهة المخاطر في الأسواق هو اليوم يعني ارتفاع اليوم هل يوحي بأن الأسواق لا تتوقع الكثير من هذا الاجتماع سيد ساركيس الآن بالنسبة لحركة اليوم اليوم بحد ذاته بالفعل هي تتأثر في حالة الثقة وتذبب الثقة أو التشاؤم في الأسواق المالية والارتفاع في اليوم اليوم الذي نشهده بشكل مؤقت هو يقع ضمن نطاقات مألوفة تداولنا فيها خلال هذا الأسبوع وأيضا خلال الفترة الماضية بعد الانخفاض في الدولار الأمريكي مقابل اليوم اليوم أو الارتفاع الذي حصل في اليوم اليوم فما نشهده حاليا من حركة في اليوم اليوم تعتبر حاليا هي مسألة تذبذب ضمن نطاقات إذ إن المتداولين حاليا يقيمون مدى تأثير انتشاف فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وبالتالي التذبذب الذي نشهده في الأسواق المالية سينعكس بالتالي على حركة الين الياباني إن كانوا لتغطية مراكز مدينة مكشوفة أو أيضا من أجل تجاوب الين الياباني كملاذ آمن ولو نظرنا إلى أسواق الأسهم الأسيوية هذا اليوم فقد ارتفعت بشكل كبير خلال الجلسة لكن عادت وقلصت هذه المكاسب وبالتالي تعامل الين الياباني مع هذه الحركة كعلاقة طردية ما بين حركة الين الياباني كقوة الين الياباني وترابطه مع حالة التشاؤم في الأسواق المالية والذين تشاهدناها هذا اليوم والتي سببت هذا التذبذب على الين الياباني والأسواج المرتبطة فيه نحن نشكر لك هذه تحليلات ساركيسة شابيانو أنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا